عائشة عفيفة و شريفة لأنك ما قرأ كتاب الفاحشة إذا تقرأ كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة تكتشف أن عائشة لم تكن لا شريفة ولا عفيفة أصلا الشرف و عائشة متناقضان أصلا يعني 180 درجة متناقضين أي شرف أي عفة امرأة في صحاحكم في كتبكم المعتبرة في أحاديثكم تنزل الناس عليها في بيتها فيبيتون عندها و يصبحون مجنبين شنو مسافر خانة شنو إش ديسون بيت عائشة سؤال و ليش يجنبون ثاني يوم و تجي تعلمهم غسل الجنابة و تكشف كما يقول النووي مو إحنا النووي شارح صحيح مسلم هو يقول يقول كانت تكشف عن أعالي الجسد دون أسافله يعني تضع ستارا يستر أسافل الجسد لا أعاليه وتفرغ على رأسها ثلاثا يعني من ماء و تعلمهما غسل الجنابة رجلان كبيران كل واحد كدل بغل مزين شلون هذا يصير شنو ترقيعة المسألة ترقيعها ما هو عند المخالفين شوف شوف الترقيعة يقول لك واحد منهم أخوها من الرضاعة والثاني ابن أختها من الرضاعة رضاعة الكبير الآن دع عنك رضاعة الكبير أنها موبقة أخلاقية وفاحشة عظمى دعها هذه لأن هذه بحذاتها مصيبة هذه كارثة شلون عائشة كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال شلون يصير وتنسب ذلك زورا إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله سيد الحياء تقول النبي جاءته امرأة أبي حذيفة فقالت له إن سالما يدخل علينا وهو مولى أبي حذيفة وأبو حذيفة ما راضي فقال لها أرضعيه يذهب ما يجده أبو حذيفة يعني اللي في صدر أبو حذيفة من الكراهية يذهب يصير هذا بمثابة ابنكم فقالت له يا رسول الله إنه ذو لحية شلون رضعه رجال كبير ذو لحية فقالت تقول عائشة النبي تبسام وقال لا قد علمت أنه ذو لحية أرضعيه وفي لفظ آخر لأنه شي يقولون هم المخالفين هم طلعين لهم ترقيعة أخرى ترقيعة لها المسألة اليوم ننزل على عائشة شوية باقي كم دقيقة على الصلاة يقولون لا مو أرضعيه يعني تكشف عن صدرها وترضع مباشرة لا تعصر له في قلاس وبعدين تنطي هذا اللي يقول هذا الكلام مطي ليش لأنه هذا الكلام هذا النبي سيد الفصحاء لما يقول أرضعيه مو يعني أشربيه هذا الشرب عصره لحليب بعدين خلوه في كأس في إناء يشرب هذا يسموه ارتضع ما ارتضع هذا الشربة شرب لبنان مو أرضعيه النبي لو كان يقصد هذا المعنى ما يقول أرضعيه يقول شنو يقول أشربيه أحسنتك أو اسقيه أحسنتك اسقيه من لبنك مثلا هذا الكلام ما كان مطروح فيما بعد هاي التلزيق صارت والشيء الأضرب تتحملون لو ما تتحملون الله يسترى الليلة وفنه أنه روايات عائشة حتى نعرف هذا الكلام صحيح له لا أنه يعني تعصر له يشرب هذا صحيح له هذا تلفيق فيما بعد لترقيع ما فعلته عائشة وما نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نشوف سائر روايات عائشة وألفاظها مثل ما عائشة عندها رواية عن النبي أنه قال لامرأة أبي حذيفة أرضعيه أكو رواية أخرى عن عائشة تقول النبي قال لها أمصيه هاي بعد أمصيه بعد واضح خلي مص أي لا تخلي بالمم مص كانك وذاك اليوم ماكو هذا الحاج فإذن مسألة واضحة وفقهاؤهم ناقشوا هذه المسألة وأنا أتذكر من بينهم الألباني مثلا قالي لا إشكال المرأة تكشف لأنه هذا رح يصير ابنها فتكشف الحلمة يعني حلمة الثدي وترضعه شون الإشكال شون صار خلاص هو رح يصير محرم وبعد خلاص ابنها من الرضاعة وتنتهي زين أسا كل هاي المصيبة بله عليك عائشة وتقول لي عائشة عفيفة وشريفة تضحك علينا أنت تضحك على نفسك على شابتك رجلان صحيح مسلم كانت عائشة عليكم السلام ورحمة الله تعلم وهما غسل الجنابة وكاشف أعالي أعالي جسدها أيضا يقول النووي في شرحه لهذا الحديث يقول سترت العورة المغلضة يعني أسافر الجسد لا أعاليه وذولا محرم عليها واحد أخوها من الرضاعة والثاني ابن أختها من رضاع الكبير اترك خلي نقول الآن يعني أخوها وابن أختها خلي نقول هذه محرمية شرعية صحيحة وهي أساسا فحش مشيناها يلا رضاع الكبير جائز وماشي وتمام بله عليك أكو امرأة شريفة في العالم تروح تعلم أخوها غسل الجنابة وتكشف له تكشف له عن جسده حتى لو أعالي الجسد أي امرأة شريفة تسوي هذا التصرف أي امرأة شال وصاخة هذه شال قلة الأدب انزين ذولة بغولة ذولة الاثنين ما أكو أحد في المدينة من الرجال يعلمهم غسل الجنابة عمرهم ما كانوا متعلمين غسل الجنابة شي كانوا يساون طوال الفترة هذه وين الصحابة وين التابعين وين العالم وين ذولة رضي الله عنهم وارضاهم وين هم وكفت بس على عائشة يعني لازم بس هي عائشة اللي تعلم الناس غسل الجنابة شال مسخرة هذه وبعدين بعد هذا كله يجي يتنطع لك ويكابر ويقول لا عائشة عفيفة وشريفة هاي عفاء شرف ضحكون على العالم ضحكون على أنفسكم عيب هذا الكلام عيب احترموا شوي احترموا الدين احترموا الأخلاق عائشة نبين عليها من البداية امرأة منحلة أخلاقيا عندها انحلال أخلاقي من البداية كل كلامها كلام جنسي وقبيح وصاخة وتصرفاتها وأفعالها ومخالطتها للرجال وكذا وأشياء شنوه يجي ولد يافع للتو قد يعني بلغ فتقول لها أفعلتها يا لكاع يعني احتلمت يعني أفعلتها يا لكاع أكو مرأة محترمة مهذبة تيجي هالشكل تقول لي إنسان هذه كلها أحاديثهم في كتبهم هذا الكتاب هذا طي حظ عائشة دمرها هذا شوف شقد ثقيل حتى واحد يشيره شوف شوف قبل الفهرس ألف وخمسين صفحة هذا قبل الفهرس مع الفهرس يمكن أكثر المهم هذا اقرأ هذا الكتاب تعرف عائشة هي شريفة لو مو شريفة أو عفيفة أو لا والله عائشة ما تعرف معنى الشرف والعفة امرأة وصخة قبيحة أينان